صرح مصدر مسؤول في وزارة الطاقة والثروة المعدنية على اثر القرار الامريكي بالانسحاب من الاتفاق النووي مع ايران بان المملكة العربية السعودية ملتزمة بدعم استقرار الاسواق البترولية لما فيه مصلحة المنتجين والمستهلكين واستدامة النمو في الاقتصاد العالمي واكد المصدر المسؤول ان المملكة ستعمل مع كبار المنتجين والمستهلكين داخل اوبك وخارجها للحد من اثار اي نقص في الامدادات